إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درسي جديد في قناة العلم العرف الكذب أريد أن أشارك معكم أصدقائي صفقة صفقة NZDUSD وأريد أن أشارك معكم لماذا دخلت في هذه الصفقة مع المنطق وراءها لماذا دخلت فيها ما هي الأسباب الدخول فيها الآن تلاحظون الصفقة تحقق تقريبا أكثر من يعني تقريبا 47 نقطة كانت صفقة سكالبين الآن سأخرج من الصفقة كما تلاحظون يعني الصفقة كانت رائعة وأريد أن أشارككم لماذا دخلت في هذه الصفقة أراحظوا معي أصدقائي إذا ذهبنا يعني نحن الآن في فريم الساعة ويعني أريد أن أرى هاته الموجة هل اكتملت ولا لازلت لم تكتمل بالتالي هاته موجة تقريبا على فريم الأربع ساعات وأظن أنها لازلت لم تكتمل لأنه لدينا هاته هو الموجة من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة إذن أريد أن أعرف فأولا هذه الموجة هل اكتملت أريد أن أقيس زخمة بطريقة سهلة بسيطة يعني ليس هناك تعقيد في التداول كما أقول دائما المنطقة والبساطة بعد ذلك هناك ارتداد تقريبا لـ 40% ثم هاته كلها موجة واحدة تلاحظون بالتالي أنا رأيت أن هذه الموجة يعني هناك الزياد في الزخم هناك تزايد في الزخم بالتالي يعني يمكن أن أدخل في صفقة شراء دخول وخروج بسرعة لأن هناك تزايد في الزخم بالتالي هذه الموجة لازلت لم تكتمل ثم ذهبت إلى فريم الساعة وبحثت عن منطقة كنت أظل أنها منطقة يعني منطقة ستجعلني أدخل في الصفقة وأنا مرتاح على فريم الساعة لم أجد أي شيء ثم ذهبت إلى فريم 15 دقيقة وفي فريم 15 دقيقة لاحظت وجود حركة قوية هذه الحركة ولدي هذا التصحيح أريد أن أعرف متى سينتهي هذا التصحيح للبدء بالدخول في صفقة شراء يعني متى سوف يدخل المشتنون في هذه المنطقة متى سينتهي البائعون بالتالي هنا نرى أن المشتنون هم المتحكمون في السوق على فريم 15 دقيقة بالتالي أريد أن أرى زخم هذه الموجات أو هذا التصحيح كيف هو تذكروا التحليل الموجي هو الذي يجعلني أرى أن هذا هو تصحيح وهذه الموجة الدفعة بعد ذلك عندما أحدث التصحيحي أستعمل مستر بوم الذي يقيس الزخم الذي يقيس قوة السوق سرعتها بالتالي عندما تنتهي قوة السوق في الناحية الهابطة أي في الناحية البيعية نبدأ بالبحث عن الشراء استقلوا لي أنت تقوم بإشهار لدرسك سأقولك نعم أنا أقوم بإشهار لدرسي إذا لم أقوم بإشهار لدرسي فمن سيقوم به؟ أنت بالتالي يعني لا أريد أن أرى تعليقات هذه الأمور لأن يعني لست بحاجة إلى الإشهار هذا هو واقع وتلاحظون على يعني بأم عينيكم ما الذي يقع بالتالي خذ المعلومات استفيد وإذا لم يعجبك يعني الترويج لدرس تحييي الموج ويخلاص يعني فليمروا الكرام بالنسبة لك وخذ المعلومات التي أعطيك وطبقها كن ذكيا وطبق فقط المعلومات طيب إذا أريد أن أقيس زخماتي الموجات طيب ماذا لدي؟ لدي الموجة الأولى ثم الموجة الثانية ثم الموجة الثالثة إذا الموجة الثانية إلى المنطقة والموجة الثالثة من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة إذا لاحظوا لاحظوا وأنا عندي طريقة لأخذ الموجات بالطريقة الصحيحة أصدقائي الطريقة الصحيحة وأستعمل تحليل الموج وهذه الحقيقة يعني لا يمكن أن أقول لك شيء آخر أستعمل تحليل الموج طيب أو لنقول حتى نعم لنذهب إلى فريم خمس دقائق مثلاً لنرى تفاصيل أكثر إذا أردت لنرى تفاصيل أكثر طيب أوكي طيب نقوم بقياس الموجات الآن إذا نسأقيس الموجات إذن لنقل أنه يتي مثلاً نذهب بالتفاصيل هاتي الموجة الأولى هاتي الموجة الثانية من هذه المنطقة إلى هنا الموجة الأولى هاتي الموجة الثانية هاتي الموجة الثالثة لاحظوا إلى هذه المنطقة حتى أمشي معكم خطوة بخطوة أوكي وهاتي الموجة الثالثة إلى هذه المنطقة هكذا وهاتي الموجة الرابعة وهاتي الموجة الأخيرة لاحظوا بالكاد كسرات القاع تلاحظون إذن هنا يتناقص الزخم يتناقص القوة خصوصاً في آخر ثلاث موجة تلاحظوا آخر ثلاث موجة هناك تناقص في الزخم ما يعني أن البائعين البائعين بدأوا ينتهون من هذا السوق بدأوا يخرجون من صفقاتهم أو بدأ المشترون يأخذون زمام الأمور بالتالي هنا في هذه المنطقة قلت أوكي أعطيني رانج وسأبحث في الدخول عن صفقات شراء ولاحظت أنه ربما يكون هذا الرانج بالنسبة لي هنا هنا تلاحظون في هذه المنطقة بالتالي تتذكرون تلك الجبلة أعطيني تلك الشمعة أعطيني تلك الشمعة إذن لدى بلافرام 15 دقيقة وسنرى أنه أعطنا تلك الشمعة ودخلنا فوقها مباشرة تلاحظون هذه الشمعة التي أنتظرت التي كسرت الرانج هذه الشمعة دخلت فوقها مباشرة واخف الخسارة أسفلها مباشرة ولاحظوا الهدف هنا لازلنا لم نضرب الهدف ولكن خرجنا يعني بربح رائع لأن المومنتوم الآن بدأ يتناقص لاحظوا هذه الموجة مع هذه الموجة بدأ يتناقص المومنتوم لذلك قررت الخروج أصدقائي تلاحظون إذن الآن نحن ما هو دورنا دخلنا مع المشترين عرفت أين أحدد بالضبط أين دخل المشترون بقوة ودخلنا معهم لنأخذ كلاتي الموجة تلاحظون ريسك ريورد 3.8 نحن نقول أخذنا 3.5 3.6 يعني 350% يعني صفقة رائعة كما تلاحظون صفقة جميلة أتمنى أنكم استفدتم من هذا النوع من الفيديوهات إن استفدتم دعوا تليقاتكم أسفل الفيديو إن أعرضتم الاستفادة أكثر اشتركوا في كورس التحليل الموجي أو كورس البرايس أكشن الجديدة التي تعلقوا بالمنطقة لا تنسوا أن العين يعرف الكثير كان معكم ميسا بسرم معكم كما نشتلافت لأشعر أشتركوا في القناة